الذي لربنا يسوع المسيح بدون انقطاع صاريخينا قائلين يا ربي يسوع المسيح المولود من الآه قبل كل الدهور رحمنا كعظم رحمته يا ربي يسوع المسيح الذي ولدته العذراء في بيت العحم اليهودية خلصنا ورحمنا يا ربي يسوع المسيح الذي اعتمد في الأردن طهر نفوسنا من دنس الخطيئة يا ربي يسوع المسيح الذي صمعنا أربعين يوم وأربعين ليلة خلصنا ورحمنا يا ربي يسوع المسيح الذي صلب على الصليب اسحى الشيطان تحت أقدمنا يا ربي يسوع المسيح الذي وضع في القبر يا ربي يسوع المسيح الذي قم من بين الأموات وسعد إلى السموات أقمنا بقواته يا ربي يسوع المسيح يا ربي يسوع المسيح الأتي في ظهره الثاني اصنع معنا محبة في من بارك المخوف لأنك بإرادتك وحدة ومسرة أبيل والروح القدس أتيت وخلصتنا جميلة طيب أنا هكتفي بكده عشان خطر الوقت بتاعنا النهاردة ما ضيق شوية ونبتدي ناخد مع بعض نكمل دراستنا في سفر التكوين الإصحاح تسعة وتلاتين سفر التكوين الإصحاح تسعة وتلاتين احنا كنا خدنا تقريبا أول عشر أعداد نكمل النهاردة باية الإصحاح كله أخد بس أيتين كده قبلها وكمل الإصحاح وبعد كده ناخد بالتفصيل نقطة نقطة بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يتضجع بجانبها ليكون معها ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت فأمسكته بثوبه قائلة اتضجع معي فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج وكان لما رأت أنه ترك ثوبها في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل إلي ليتضجع معي فصرخت بصوت عظيم وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج فوضعت ثوبها بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج وكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمية فأخذ يوسف وسيده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسر الملك محبوسين فيه وكان هناك في بيت السجن ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البت مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه مجداً لثاروس القدوس الآب والابن والروح القدوس إلهنا إلى الأبد أمين كنا قلنا الأسبوع اللي فات أن يوسف كان شخص أمين بيعتبر كل حاجة ربنا حطتها في إيده كل مسؤولية لازم يكون أمين فيها وحتى بيت فتيفار كل ما كان ليه عطسابه ليوسف فكان أمين وناجح واعتبر أن زوجة فتيفار دي برضو أمانة منه أنه لازم يحافظ عليها إذا كانت هي مش دريانة بنفسها ومش عارفة تحافظ على نفسها هو لازم يحافظ إيه؟ عليها فلما رفعت عينيها بيقول كده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت له طلبت منه الخطيئة أبا وقلنا أن رفعت العين دي وطلب الخطيئة ما كانتش هي أول خطوة تخدها كان في خطوات قبل كده هي أهملت في أن ثابت الأفكار تبتلي تجيلها وتسيطر عليها وبالتدريج أشعلت الشهوة في قلبها فخلتها مش قادرة تسكت فمسكت فيه جامد وتطلب منه وده بيبين لنا أن الإنسان لما بيتهاون في خطيئة صغيرة تدخل حياته ممكن تسيطر عليه وتخرب حياته لهو أهملها وهي تبدو أن هي فكرة بسيطة أو نظرة عابرة لا، الخطيئة خطيرة جدا ما ينفعش إحنا ننسبها تدخل أبدا ولا تعشش في حياتنا وبعدين يقول كلمت يوسف يوما في يوما فلم يسمع لها وقال لها كيف أختي إلى الله ولكن الشيطان برضو بي إيه يعني ما بيقسش بيفضل يتحين فرصة وده اللي حصل مع يوسف الرجل كان مؤدب جدا وكلمها بكل أدب وقال لها لا وأنا بخاف ربنا ومقدرش وجوزك سيب لي كل حاجة وما منعش عني حاجة غيرك أنت لأنك أنت زوجته فهي ما اقتنعتش بالكلام ومصممة على الخطيئة اللي في قلبها طب ليه بدون عليها الخطيئة ما يكونش إليه حب يعني ما هو حب هو ربنا مش خلق الإنسان ذكرا وأنثى وحط بينهم نوع من التجاذب لا فيه ثلاث أنواع من الحب النص بتاع كتاب المقدس بيفرق بين ثلاث أصناف من الحب الثلاث كلمات بيترجموا حب في اللغة العربية ويمكن في الإنجليزي لكن في الأصل اليوناني مش كده فيه حب بيسموه إيروس وفيه حب بيسموه فيلو فيه حب اللي هو الأجابة الإيروس اللي هو الحب الشهواني العشق الحب الشهواني وده الصنف ده فحقيقته مش حب حقيقته الإنسان بيحب نفسه وعايزه يشبع رغباته وشهواته حقيقته مش حب وحب آناني جدا وبيدور على مصلحته وعلى مزاجه ويطفي بسرعة جدا بعدما الإنسان يخلص رغبته الحب ده يطفي على طول تاني نوع من الحب اللي هو الفيلو أو الحب اللي زي بنقول فيلو باتير يعني محب الأب الفيلو ده الحب الإنساني الطبيعي اللي فيه الإنسان بيتبادل المحبة والود مع الآخرين ولكن على مستوى إذا كان أنا مرتاح للشخص بحبه إذا كنتش مرتاح له ببعد عنه إذا كان بيعاملني كويس أحبه إذا كان بيعاملني وحش أكره حب فيه التبادل منفعة رايح كاي إذا واحد كويس وأصيل وجود جاي خلاص دايبة كويس أنا ممكن أتعامل مع ده لكن ده بايخ وده متقيل أو ده عمل فيه وسوى فيه أنا مش هعملها أبدا وهكذا الحب ده ده الحب البشري الطبيعي اللي قال عنه السيد المسيح إن لم يزد بالركم على الكتبة والفرسيين فلن تدخلوا ملكوت السموات إن لم يزد بالركم قال لهم إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم الخطاء والعشرين بيفعلون هذا بيحبوا اللي بيحبوهم وبيقرضوا الناس لهم بيرجوا إنهم يستردوا منهم طيب يبقى أنتوا تبقوا زي أولاد الملكوت تبقوا زي أولاد العالم مملكة العالم ده الطبيعي بطحة لكن تحبوا وتقرضوا وتحسنوا إلى مبغضيكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذين في السموات ده النوع الثالث من الحب اللي هو الأجابي الأجابي ده الحب الإلهي اللي زي ربنا اللي زي محبة ربنا ما بتدي الوحشين والحلوين يحسن أو ينعم على غير الشاكرين والأشرار والأشرار بيدي للكل يمطر على الأبرار والأشرار ويشرق على الكل ويدي خيره للكل ومش مستني من حد حاجة ده الحب اللي أولاد ربنا مدعوين لي حب الأغابي اللي بيحبه ومش مستني علشان خاطر ربنا بيحب الناس كلها علشان خاطر هو ابن ربنا وبياخد رصيد من ربنا بياخد من الينابيع الغير المحدودة بتاعت ربنا ياخد من الينابيع الحب دي ويقد وده الحب بتاع يوسف تقولي لا ده شكل يوسف كان بيكرهه أبدا ده يوسف أكتر واحد بيحبها دي كان هي الحب الإيروس بتاعها ده بتحطم نفسها الحب ده حطمها إنهم في الحقيقة مش حبه هو أنانية وشهوانية تملكت عليها لكن اللي كان بيحبها بجد هو يوسف اللي حافظ عليها هو ده الحب اللي بيديه مش عايز بياخد من ربنا ويدي والحب الإيروس ده الشهواني ده يقلب على طول فاكرين أمنون وسمر أخته كتش شقيته بس كت أخته من أم تانية وبرضو اشتهى الخطيئة وزلها وعمل الخطيئة اللي هو عايزها يقولك وبعد ذلك كراها كراهية شديدة إيه ده؟ ده مش طبيعي ده مجنون ده ولا إيه؟ مش كان بيموت فيها بيحبها وهو ملوك بيكرهها ليه طيب؟ إيه ده؟ إيه التقلب ده؟ أو ده الإيروس؟ ده الحب الشهواني؟ لو الإنسان ساب هذا النوع من الحب الشهواني الشرير يتملك عليه بيجننه وبيسيطر عليه عشان كده معلم نابولوس رسول يقول كده كل أشياء تحليل لكن لا يتصلت علي أي شيء حتى لو في مشروع زواج دائما نقول لأولادنا ما تبتديش كده بعاطفة شديدة لا خطر طب ليه خطر؟ هنحبه بعض هنشأزين هنحبه بعض؟ لا ما هنحبه بعض طبعا وننمو في الحب ده لكن العاطفة لما تبقى سابقة تشوشر على رؤية الإنسان تشوشر على رؤية الإنسان تشوشر على صوت ربنا راح يمي باش عارف المشروع ده من ربنا ولا لا تشوشر على صوت العقل بتاع الإنسان حتى إنه يستخدم المنطق في وزن الأمور وهل ده ينفع لي ولا ما ينفع ليش وهل دي تنفع لي ولا ما ينفع ليش بالعقل كده اللي ربنا عطونا نوزن به والعاطفة السيادة دي كمان تشوشر على صوت المشيرين اللي بيقولولي نصيحة إذا كانت دي تنفع أو ما تنفعش أو إذا كان لأ ده ما ينفع كيشة بنتي ده في بعض المشيرين كده اللي بيحبونه بيقولولنا لا لما يكون في عاطفة ما نسمعش لحد لا صوت ربنا ولا صوت العقل ولا صوت المشيرين يبقى خطر ولا لأ يبقى إحنا نبتدي بالعاطفة غلط خطر وبعد شوية العاطفة تطفي واللي بدأ بالعاطفة وحط الإنفعالات في المقدمة بعد الزواج الإنفعالات برضو هتبقى في المقدمة ما تعلمش يزبط نفسه ما تعلمش يحط إيه الأول وإيه التاني فالإنفعالات دايما في المقدمة فتلاقيهم دايما إيه قاذفات القنابل يعني دايما إيه متخنقين مع بعض ليه بينفعهم بتصرعوا في الكلام بينفعهم فما ينفعش العاطفة أو الحب الشهواني يجي في الأول أبدا أبدا بالعكس الحب الحقيقي يكون حب في عطاء وأنا بدي بلاقي السعادة فيش في الزواج حب شهواني ده حب كله عطاء والعطاء ربنا يجري السعادة كده في قلبي فالمنظر إن هي بتحب ومتعلقة بيه ويوسف بيبعد عنها الحقيقة في الجوهر هي ما بتعرفش تحب ده هي شهوانية وبتحب نفسها وبس والحب بتاعت قلب بالعكس بعد دقائق قلب بالعكس وبقت كراهية ويوسف اللي شكله بيبعد عنها هو ده اللي بيحبها والدليل على كده حافظ عليها الدليل على كده هرب ومرضاش يقرب له وكان أمين جدا مع نفسه ومع ربنا ومع سيده ومعها نمر الثلاثة مرضاش يفضحها أبدا ولا يقول لي فتفار دي عامة لتسوت أبدا مرضاش يتكلم خالص مرضاش يفضحها محبة هذه المحبة الحقيقية اللي تستر كثرة من الخطايا ف ترتيب القصة ميشي إزاي ميشي إنه الشيطان بينتنس فرصة عشان يوقع فبتقول إيه لم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت دايما الشيطان يستغل الفرص يقول خلي بالنا بقى الواحد دايما يكون حذر ها زي ما سيد المسيح قال لنا كده اسهروا اسهروا يعني يكونوا متيقذين واحد يعني خلي باله شطان ممكن ينصب له فخ في أي مكان في أي مكان وفي أي وقت يكون نصب له فخ ينتبه على طول فأمسكته بثاوبه المرة الأولى ناكب بتقول له إيه كترفع عنيها بس وبتقول له كلام بلسانها اتضاجع معي مش كده؟ المرة دي إيه؟ هكاة زادت مش بس بالنظر ولا بالكلام لا مسكته فهمسكته بثاوبه قائلة اتضاجع معي دايما زي ما قال تلك الشيطان وما بيسيطر على الإنسان يبتدي ينحدر ينحدر لحد لما يبقى هيموت على الخطيئ وكمان بالنسبة ليوسف الحرب بتزيد وبدأت توضح والشيطان كشف ورقه في الأول كتبت تقول له كلام حلو بتاع ورفض وقعادي يعقلها يقول لها ما يصحش فالمرة دي راح تمسكاه ده دي حاجة جاندة طب تعمل ايه يوسف؟ قال لا في حاجة زي كده أطير أهرب تقول انت كده تبقى راجل تهرب والراجل يهرب طبعا طبعا الراجل الواعي يهرب من الخطر الراجل الواعي الهروب هنا موقف قوي شجاع موقف في عفة عفة موقف في أمانة موقف في قوة انه قدامه إغراء صعب ويهرب موقف كل قوة الهروب من حية دي شطر وحكمة مش معقول واحد يشوف حية ويقول طب نتفهم طب نلعب مع بعض طب هنطرس الخطيئة كده وزي ما كنا بنكلم انه الخطيئة على الولد وعلى البنت على الراجل وعلى الست النظرة الى امرأة هي اشتهيها فقد زانى بها في قلب وده هي نظرت واشتهت عشان كده حتى في تراتيل الكنيسة يقولك يوسف العفيف هرب من الزانية ما عملوش حاجة مع بعض لا دي في مفهوم الانجيل تصرفه ده زنى طبعا فالشاطر اللي بيهرب موقف في امانة موقف في عفة موقف في شجاعة موقف في قوة مسكت الهدوم مش عايزة تسيبها فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج طبعا كلنا نعرف ان سيدنا البابا كتب قصيدة من اجمل القصايا كتبها في عز شباب وكان عنده 23 سنة بعنوان ذلك الثوب موجودة في كتاب انطلاق الروح بيقول كده في مقدمتها لعل هذه الافكار كانت تدور بذهن يوسف أو تتواثب على شفتيه وقد امسكت سيدته بثوبه لان لما مسكت ما تفهمش ها؟ عشان كده البابا بيكتب القصيدة وبيقول لعلها كانت ديه بتدور في ذهنه أو تتواثب على شفتيه بس ما ألهاش فهو بيكتبها بقى يعني بيقول ايه؟ بيقول هو هذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه انا لا املك هذا الثوب بل لا ادعيه انه ملك لرب انا لا املك هذا الثوب بل لا ادعيه انه ملك انه من مالك انتي انه من مالك انتي لك ان تسترجعيه عبثا قربك منه هو ذا ام انما قلبي انما قلبي فقد اقسمت ان لا تدخليه انه ملك لرب وقد استودعنيه عبثا قربك منه هو ذا قلبي سليه زوجك الغائب قد اعهدني مالا وعرضا وقد ملكني في بيته طولا وعرضا انه عهد وثيق كيف اهوى فيه نقضا زي انقض العهد ده واذا ما كنت خوانا اخون العهد فرضا كيف اعصي الله ربي وبهذا الشر ارضا ناسيا عقلي وديني طارحا تقواي ارضا فابعدي عني دعيني ان اخلاقك مرضا اي فضل لك في ثوبي وقد اخلعتنيه هو ذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه اه لو تعلمين ما اعلم اه لو تدرين ما اعلم عن ابرام جدي ابراهيم قصة الطاعة والمذبح والابن المعدي طاعة غنى بها العالم من عهد لعهدي طاعة اورثتها قد اصبحت عنوان مجدي طاعة لله لا للشر ان الشر يردي يبوز الانسان يجيبه الارض طاعة للروح لا للجسم ان الجسم عبدي ساطيع الله حتى لو اطعت الله وحدي اي فخر اي فخر لك في ثوبي وقد اخلعتنيه كيف اعصي الله منقدا لذا الشر الكريه هو ذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه فده واحد عنده جزور في ربنا قوي مش ممكن يسمح لان الخطيئة تدخل حتى ولو حيضحي طب انت هتضحي بكتير يا يوسف يا عم ما تسوي امورك ده انت هتفقد شغلك وهتتبهدل وممكن سيدك يموتك يعني ممكن ده عبد والعبد ازاي ما بيقوله في البلد كده مالوش دية يعني سيده يموته ما يتحسبش ده عبد ده ما يكون عنده حيوان يموته فرخة بيتبحها وياكلها العبد كده يموته ويدفنه خلصت قال لا انا اضحي باي حاجة بس ما ضحيش بحياتي الابدية ما ضحيش بعلاقتي بربنا ما ضحيش بمبادئي ما ضحيش بالحاجات دي اضحي بالرخيص ما ضحيش بالغالي الخطايا دي حاجة رخيصة دي تدى ستحت الرجلين لكن ما ضحيش بالغالي ما ضحيش بعلاقتي بربنا وعلى باركت webinarставля الاعمل الي قيمة هي باركت ربنا هي ما لما افقد باركت ربنا هنعيش ازاي بن jaks مش عارف نجح مش هيبالية نعمة بالة عندين حد وهكذا ده فيكري يوسف فهيري هي اتقلبت 180 درجة زي ما اتفقنا القيروس الحب الشهواني ده يقلب كده 180 درجة عملت زعلانة وبتعيط ومنهارة يعني شطرينها في التمثيل وسريخ ولمت إليه الناس وكله ضد إيه ضد يوسف بقى شوفوا بقى تفرج الجوزي جايب لنا هذا العبد العبراني علشان جاي علشان يعكسني يا سلامي العفيفة الشريفة وهو اللي جاي ايه يعكسها وبس وحطت الهدوم بتاعته جنبها بقى معها ايه حاجة تكون عليها قصة معها الرداء بتاعه ودخل فتيفار وهي فضلت قاعدة طول الوقت مستنية مش عايزة تتحرك يعني يعني مسرح الجريمة مش عايزة تغيره بس دخل فتيفار قلت له ده ده اللبس بتعمين ده التوب بتعمين اللي في ايه قاعدة تعيط له تقوله ده بتاعي يوسف جاي وقلع التوب بتاعه وجاي عشان يغلط معايا وانا سرخت فهرب تشوف بقى تعمل معايا طعم فتيفار كاي يا راجل زعل ويوسف ده غالي عنده جدا مش بسهولة كان يعني هي موته لانه ده ربنا بارك زي ما شفنا في الاسبوع اللي فات ربنا بارك لفتيفار في بيته وفي حقوله وفي امتلكاته بسبب الايد المبروكة اللي كنا بنحكي عنها الاسبوع اللي فات ايد يوسف فمش معقول فمجرد حطه في الحبس كان عندهم زي حبس ملحق كده كنا قولنا ان فكتيفار ده زي رئيس الحرس الجمهوري بتاعه الحرس الفرعوني يعني هو رئيس الشرطة بتاعت اللي بيحموا فرعون فعندهم زي سجن مخصوص كده اللي بيعاقبوا فيه الناس بتوع القصر وبتوع يعني الحوالين فرعون فرح ايه وده في البيت ده بيت السجن ده في السجن يوسف انا عايز بس ادخل شوية جوه مشاعره جوه قلبه موقف زي كده لما مسكت توب وخدته وهو هرب تفتكروا ندم ندم انهو ما طبعهاش ولا بالعكس كان في منتهى السعادة ومنتهى الفرح الحاجة التانية حيتعاقب هو طبعا عارف السمع سرخها انهو مش حيروح بعيد يعني هو لسه موجود يعني في المنطقة في البيت برا البيت يعني فسامع كل اللي حصل وجافه اوتيفار هو ما تكلمش مرضاش يفضح نقول تلك هو ده الحب هو ده الاغابي هو ده الحب الحقيقي بتاع ولاد ربنا فالراجل على طول راح ايه خده ووده السجن عقبه يعني برضو هل يوسف لما دخل السجن ايمانه تهز بالعكس اللي معاه ربنا يتحط في اي مكان مفيش مشكلة ما عندهش مشكلة وتيجي تجربة اصعب من تجربة وبرضو ما فيش مشكلة لان ربنا معاه اتبهدل من اخواته واتبع عبد وبعدين دخل في تجربة صعبة ومع ذلك ربنا معاه في كل المواقف دي ده بيورينا ان ربنا مش ممكن يسيب ولاده حتى وان كان بيسمح كتير ان هما يتقلموا حتى وان كان بيسمح ان هما يتظلموا حتى وان كان بيسمح ان هما يبدوا في شكل الخسرانين كده يوسف كده خسر he lost his job he lost his reputation خسر سمعته وشغله وترامى في السجن شكله خسر لا مخسر اللي معاه ربنا يبقى كسبان كل حاجة حتى ولو خسر اي حاجة من الدنيا دي بولوس الرسول لما خسر حاجات من الدنيا حسبها ان هي ايه نفاية اعتبرها نفاية قال انا من اجل المسيح خسرت كل اشياء ده كان ليه مركز مكرم كفرريسي وكمعلم وصاحب كل ده حسبته نفاية من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجليه خسرت كل الاشياء كل الحاجات دي هاتمت مش مهمة لكي اربح المسيح وقوجت فيه دي فيليبي تلاتة فاحنا اللي معاه ربنا حتى ولو مرت بيظروف صعبة اتطهد اترفض اتظلم يتقال عنه كلام وحش تبهدل من حد غالي عنده او عزيز عليه او كان بيخدمه وعمل معاه معروف كتير ويلاقي حاجات وحشة وليكن مدام معاه ربنا تلاقيه فرحان طب بتنفى طب بتسجن طب خسر هو فرحان لانه معاه ربنا فعشان كده على طول يقول كده ولكن حط في بيت السجن في عدد واحد وعشرين ولكن الرب كان مع يوسف فمش مهم المكان اللي هنتحط فيه ولا نوعية العمل اللي احنا فيه ولكن المهم ان نقيد ربنا معانا ونجتهد ونكون امناء وبس نجتهد ونكون امناء وبس وقيد ربنا معانا تسندنا لكن الرب كان مع يوسف طب عمل ايه بسط اليه لطفا عزا يعني عزا اللطفة بتاع ربنا ده والتعزيزة بتاع ربنا لا يوجد ما يماثلها في كل تعزيات العالم لا اكل ولا شرب ولا علاقة مع حد ولا ما فيش شيء ولا ممتلكات ولا ولا مديح من الناس كل ده ما يولدش يعني واحد في المية من السعادة اللي تيجي من انسكاب تعزيات ربنا في القلب بسطة اليه لطفا عطاله كده نوع من السعادة ونوع من الفرحة عزا تعزيها ليست بقليلة وده على فكرة باستمرار ربنا بيعمله مع ولاده اللي بيشيله الصليب اي انسان بيشيل الصليب ربنا بيعزيه يعزي تعزيات بقى يعوضوا تعويض الناس من بره مش فهم حاجة الناس من بره تقولك يا عيني بس ترمز زي وتظلم وبتاع واللي يمشي مع ربنا واللي يمشي مع ربنا دول دايما المصاير بتلاحقهم انتم شايفين حاجة ولا حاسين بحاجة نعمة له في عيني رئيس بيت السجن حتى الرجل طبعا ده راحت ما شافوش قبل كده يعني الرجل مدير السجن لايه ظابط يعني من الزباط قد يكون يعرفه أو ما يعرفوش بس يعني يكون تحت ايد فوتيفار فالراجل لقى يوسف ده حاجة حاجة جميلة مش وش سجون طبعا راجل موهوب في التدبير وفي التعامل وفي المحبة ومجتهد ويفكر كويس وراجل أمين جدا جدا جعل الله له نعمة في عيني رئيس بيت السجن فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرة في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنعه كان الرب ينجحه دي حاجة حالة فريدة ما تكررتش في تاريخ البشرية أنه سجين يصير مديرا للسجن وهو ما زال إيه؟ سجين ومدير السجن مسكه إدارة السجن وهو اللي كان بيعمل كل حاجة ويرتب كل حاجة للناس وكل حاجة بيقولك لم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة راجل أمين فسيب له المسئولية بالكامل الأمانة هي اللي تنجح الأمانة هي اللي تنجح والاجتهاد عشان كده عطاله المسئولية ونجح يوسف فيها ومهما صنعه كان الرب ينجحه في ناس يعيني يعني نفسها قصير شوية مع ربنا فتبصت لقيهم تيجي من مشكلة ربنا أنت سيبتني سابك إزاي بس؟ طب شير بقى مشكلة لا مش هنشير أنت هتدخل فيها وهتمشي فيها شوية بس أنا مش هسيبك أثناءها أنا حبق معاك وهتختبر إيدي أكتر يمكن من الأول وحتتعلم فيها حاجات ما كانش ممكن تتعلمها بأي شكل آخر عشان كده أنا سمحت لك بها لما يوسف يتعامل مع الأصناف المسجونة فكركم يعني هيتعامل مع أصناف يعني راقية أو ناس مؤدبة أو ناس يعني أخلاقهم كويسة دول مساجين متعاقبين ربنا عايز يدي يوسف خبرة أنه يتعامل مع شكل معين من الناس وإزاي ينجح معهم وإزاي يقودهم علشان بعد كده ربنا بيوعدوا لمهمة أكبر ياه تبقى الروحة دي فهم الحاجات دي إزاي بس محنا ساعة لما الروحة بيبقى هيبقى كده في الضيقة هيبقى مش فهم لا من ربنا حتطلنا القصص الجميلة دي في الإنجيل ليه من ربنا مسجلنا التاريخ ده ليه علشان يوم من مر في مرحلة ضيقة يوم ما ندخل سجن حتى ده ربنا بيعدنا وعايز يكسبنا خبرات وفضايل ما كانش ممكن نكتسبها بوسائل أخرى فسمح بالضيقة دي علشان نكتسب بها الخبرات دي علشان هتنفعنا بعد كده وربنا هيستخدمها بعد كده يعني كل يعني ربنا ده يعني حاططنا في دماغه كده وبيوضب فينا ما وراهوش غيرنا ما وراهوش غيري أنا يعني أيوة أيوة كل واحد فينا كده ما وراهوش غيري بيعتني بيك إن أنا الوحيد اللي في الكون وبيوضب وبيرتب ويسمح لي إن أنا أخد خبرة معينة وأسمع كلمة معينة وأدخل في ضيقة معينة وأدخل في مشكلة معينة ويقف جنبي كأن ما فيش غيري أنا في الكون علشان بيوضبني علشان فيه مهمة عايزني فيها تقول لي طب أنا ده أنا رجل كبيرتي في السن فين بقى المهمة إزاي هيكامش بالسن مين كان يتصور إن موسى اللي عنده 80 سنة ربنا هيبتدي يشتغل به بعد معدد 80 ويشتغل به شغل إيه يعني شغل جبار موسى ده اللي كتب لنا الأصفار اللي تهذب بكل حكمة المصريين عشان يكتب لنا الأصفار بالتنسيق ده وبالترتيب ده وبالدقة دي فربنا كان بيعده وبعدين لما خد علم وخد حكمة أنا أفتكر أنه يلا هبتدي يخلص فبدأ يتسرع ويستخدم العنف ربنا قال له لا 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 أريد أن أخذ درس تاني بس مش حقد أرده لك في بيت فرعون هنأخذ درس تاني بقى في البرية ودرس طويل مرحلة طويلة 40 سنة من العمر لما استوى فيها فالحر والبرد ورعاية الغنم واتضع اتضع 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 انسحق بعدما كان شايف نفسه تقول انسحق ده ممكن أن الواحد ياخده بمحاضرة بوعزة ياخد وقت ولازم ربنا يدخلنا في ضيقات على رأيك قديس ماريس حق لما بيقول حقا يا رب أنك لا تكف عن تذليلنا بشتى التجارب والضيقات حتى نتضع طب وربنا عايزنا نتضع ليه علشان يفيد علينا بقى بنعمة كبيرة بقى اشتدي يشتغل معانا بجد لما اتضع يشتغل معانا وقال له هتقود الشعب كله اللي كانوا فوق اتنين مليون شخص ربنا بيعدنا كل واحد فينا ربنا بيعده محدش يقول أنا زمان بقى وخلاص وفاتت مني فرص كتيرة لا كل الفرص اللي فاتت واللي جاية ده لسه فيه جاية كتير وربنا بيعدنا وربنا بيجهزنا طب لو دخلنا في ضيقة بيجهزنا علشان حيستخدمنا اتالي مدخل يوسف السجن ما احنا مش فاهمين احنا لو وقفنا لحد كده هنقول يعني الولد ده مظلوم حظه ملطش من بداية عمره طلع امه ماتت وهو طفل وتيتم منها وهو صغير ومن بداية عمره اخواته بيكرهوه وتأمروا عليه وتبعدوا وتبهدلوا في اخرها سجن لا ده مش اخرها ده مش اخرها دي مراحل دي سنوات دراسية ربنا بيعدوا فيها عشان هيستخدمه استخدامه حيبقى مخلص العالم هو يوسف ده هيبقى سهل ده هيبقى سيد الارض ده هيبقى مخلص العالم سماه كده فرعون فرعون سماه مخلص العالم ايه ده فواحد هيعمل مهمة كبرى زي كده يلازم يعد اعداد شديد ساعة ربنا يعدوا واحد كده يعني هيعمل مهمة مش كبيرة قوي فيعدوا على نار هدية كده بسيطة فترة بسيطة لكن يوسف ده خد نار هدية ونار حمية ها علشان يبقى بعد كده في موقع المسئولية وهو مهيأ تماما واخد خبرة حلوة في العمل وفي الاحتكاك بكافة النوعيات واخد ايمان وثقة نمى في حياته وخبرة حلوة مع ربنا انه ربنا بينجح كل عمل وانه مهما كان الظروف صعب ربنا هينجحه ما الظروف في بيت فوتيفار كانت صعبة برضو سواء من ناحية انه ما عندوش خبرة وما عندوش لغة لحد الموقف بتعمرات فوتيفار لفضلت تزن عليه اسابيع ما عرفش قد ايه فضلت تزن برضو كان موقف تجربة صعبة والسجن برضو تجربة صعبة مش سهلة الحياة في السجن يعني نشفة وصعبة وقاسية ومع ذلك يوسف اختبر كل ده علشان بعد كده لما يمسك مسؤولية كبيرة يقول صحيح انا ما بفهمش لكن ومعنديش الخبرة دي ان انا اقود بلد بالحجم ده لكن ربنا اللي وقف جنبي وسندني ونجحني في بيت فوتيفار ونجحني في السجن هو برضو اللي هي ايه هي نجحني علشان كده يوم فرعون قال له انا اخترتك انت الرجل مش بقى فرح فرح الناس اللي بيقولك دخل البرلمان ولا مش عارف عمل ايه ولا ايه ويدخل بقى ويحس ان خلاص وصل وصل يعين يا رب وصلت لإيه ده انت ليس هتبتدي ده انت ليس هتبتدي تورينا بقى الثمر ده انت ليس هتبتدي هتورينا هتعمل إيه حنشوف يوسف في الفترة اللي بعدها ازاي اكتهد نزل لف مصر شبر شبر مصر ضخمة وما فيش طرق وصحرة لف وبقى يدور على كل منطقة ممكن هتتزرع ممكن كل منطقة توصلها المية مع بتاعة الفيضان عشان هتتزرع وانشأ مخزن في كل منطقة اكتهد النجاح ما بيجيش من فراغ ما بيجيش ان احنا الناس تقولنا في يوم من الايام احنا انت خبناك تكون كذا يروح قاعد يركب فوق ايهم وخلاص وايه ده النجاح شخر واكتهاد وامانة واوة وبركة من ربنا وربنا اللي بينجح ففي كل موقف يوسف متكل على ربنا حاسس بمخافة ربنا في قلب وعمل حساب ربنا فوق كل حاجة ومتمسك بربنا وبالقيم الروحية عشان كده ايه مهما صنع كان الرب ينجحه ايه ده ايد المبروك حتى الناس تحس بيه في اي مكان تتحطي اليد دي تلاقي فيه بارك مهما صنع كان الرب ينجحه ولا ربنا المجد الدائم الابد امين اذا كان حد عنده تعليق او سؤال سرع كده الاسبوع اللي جاي انا حبقى مش موجود مش هيبه فيه انجيل دراسة انجيل هيبه فيه الوداس ابونا جون بول هيصلي الوداس ودراسة الانجيل انه استكملها الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله تفضل يا دكتور يوسف كان بيمثل الضمير النقي الصالح اللي ربنا خلقوا به لكن لم يتلوث على مدى العمر اللي عاشه يوسف وده طبعا جه قبل الشريعة باكتر من ربعمائة سنة على فده ده بيمثل الضمير الصالح حتى بدون الشريعة لكن ده طبعا التسليم التقليد المكتوب والتسليم لفكرة جميلة يا دكتور ان الانسان كمان في بداية حياته المفروض انه هو اتعمد وثبت وخد التعليم الروحية المفروض انه ضميره بيبقى حي ونقي الشاطر اللي ما يسمحش ضميره انه هو ايه يتلوث ان الانسان لما بيهمل ضميره يتلوث قول طب معليش دي طب نفوت دي طب معليش ما كل الناس بتعمل كده طب ما كل الناس بتلزي طب ما كل الناس فتبوس تلاقيه الضميره ايه تلوث وبعد كده يتدرج بقى في الانحضار حتى عنده تعليق او سؤال بس ممكن تستعمل مرة عن فوتيفار هو ما قتلش يوسف واكتفى ان هو يسجينه بس عشان كان عارف ان امراته يعني اخلاقهم يعني مش حلوة بسي هو مش مكتوب حاجة زي كده اللي مكتوب انه ولما سمع سيده كلام امرأته الذي اتكلمته بيه قائلة بحسب هذا الكلام صنع بيه عبدك ان غضبه حمية اللي مكتوب ان هو حمى غضبه ضد يوسف ساعات الراجل حتى لو مراته يعني مغلباء وكده لكن عشان يريحها لازم يعمل حاجة لانها بتسرخ له ما دي عمالة بتصوط له وبتسرخ له بتقوله الراجل انت جايبهولي والعبد بتاعك كان بيخدمك انتي كمان ده البركة اللي عندكه في البيت بسببه بسي عملة ترمي التهم عليه يلقى جاء برجل ليداعبنا وده العبد اللي انت جبته وده وعملة ترمي التهمة على ايه على جزء حتى طريقتها في الكلام ما هي باينة يعني ما هي باينة فهو علشان يريحها هيعمل ايه حتى ولو كان مش مقتنع أو مقتنع نص اقتناع يعني انفعل كاي راجل انا انفعل ان اعملت عياطله وتسرخ له وتقول له ومعها دليل فاسجل انا يعني يعني الواحد بيقدر يستنتج من ان يوسف طبعا عايش دايما مع ربنا وكان بيتحلق يتحمل الامات كتير جدا 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 بيشبه لي زي بولوس ما قد يتحمل تسجن برضو وخد تعب كتير جدا وكل كله ما يسفر بلد برضو كان بيتقلم كتير وفاكرة حضرتك لما تسجن تعزيات ربنا كانت ايه اتضرب وتسجن ودمه ساحفي في لبي كان دي اول بلد في اوروبا لسه اريان بارش دي اوروبا استقبلت بولس الرسول بالسجن الصعب ده دي كانت اول كراسته في اوروبا صحيح وتعزيات ربنا فاضت علي لدرجة انه هو هو وسيلة عمالين يصلوا يسبحوا ربنا غليما كانوا يصلوا بالمزامير يصلوا ثلاث نص الليل وحافظين بقى ويصلوا بالمزامير عمالين يسبحوا ويرتلوا ويغنوا كأنهم على قاعدين في بارك ولا حاجة ايوة ده في نص الليل ودموهم سايح وبيصلوا ويسبحوا ربنا دي واضح ان فيها تعزية اللي هي زي ما قال هنا وبسطة إليه لطفا فيه كده تعزيات إلهية ملت قلبهم زي ما ملت قلبي يوسف فالواحد يسق في عمل ربنا ومهما حصلت له اي تجارب برضو يعني يطلب من ربنا انه هو يدي له التعزية والتقوى بالزبط بالزبط وربنا مش ممكن يسبنا فوسط التجارب عزيم عزيم فضل يا ده هو بس في تأمل كده وقوتك بتتكلم يعني يوسف ما كانش موجود في عصر النموس يا ما كانش الوصايا نزلت بزبط ما كانش ربنا عطى اي وصايا لس فهو كون ان هو يعني ياخد قيمة الامانة وعدم الخيانة بدون ما فيه وصايا معينة نزلت عليه اعتقد يعني يعني قيمتها كبيرة جدا طبعا عن ما قدامنا الوصايا كتيرة ومع ذلك احنا بنهمل فهو كان اعتقد زي ما بيقال في عصر الضمير ايوه احنا مهل محتاجين نرجع ضمائرنا مرة تانية احنا بنتهاون احنا قدامنا الوصايا وقدامنا نمازج حية ده يوسف ما كانش قدامه حتى التاريخ يعني اللي قبليه ما كانش تاريخ طويل فلا يعني سيدنا البابا يمكن بابا شنوضة الله يناح يروحه لما فكر يعني يكتب القصيدة بيكتب بيحاول فعلا يكتب بلسان يوسف فكل التاريخ اللي بيذكره ايه بيقوله بيقول لها اهل لو تدرينا ما اعلم عن ابرام جدي قصة الطاعة والمذبح والابن المعدي يعني كل التاريخ اللي كما وجود ان ابراهيم قطع ربنا وانه قدم ابنه على المذبح لما ربنا طلب وانه قطع وساب البلد بتاعته وعشرته وانه كان امين مع ربنا يعني مجرد التاريخ اللي قبليه حاجة بسيطة يعني حاجة بسيطة خلص قصة ولا قصتين ولا تلاتة وخلص في حين احنا النهاردة عندنا شوف السنكسر النهاردة كان تسع قصص اللي الرهبان والشهداء والشهدات أشكال والوان قدامنا نمازج حلوة لناس أمنا وناس حب ربنا وناس جاهده فاحنا يعني حنحسب يعني من يعرف أكثر يطلب بأكثر غير يوسف ده اللي كان يدوبك تقليد روحي ومبادئ روحية بسيطة استلمها من بابا عن جدوده مبادئ روحية بسيطة الأمانة العفة يقدم العشور زي يكون بيخاف ربنا حاجات بسيطة لكن كان أمين فيها جدا بلذلك يعني ما كانتو كبيرة مين القديس أبا نوب عشان عيدوك عيدوك أمباه عيدوك أمباه لما قرر بأنواع أتكلم قاف مخي شمشون ودليل أي نوع الحب اللي كان بينهم وإزاي شمشون يعني أبوه وأمه ما كانوش موافقين عن جوازتين وانجوزها وبعدين ما كانش نبي يعني كل مرة تقول له فينسر قوتك يقول لها بحاجة تجيب له الفلسطينيين يعني ما كانش مفروض أنه يقول لها أنه من شهره مثلا هي بتحبه يعني على أفضل تقدير بتحبه حب المنفعة اللي هو يعني هي مش عايزها ولا حاجة بس هي بتحبه حب المنفعة يدوها حاجات أو خايفة من أهلها وهو طبعا ما بيحبهاش هو بيحبها حب برضو الإيروس اللي هو يعني يعني دي تيجي على مزاجه ويخلص شهوته وجابت أجل نعم جابت أجل حب الإيروس ده خطير طيب آخر حاجة طيب دي تسوع في السنكسار قدسك قلت عن الشو هذا أنه الشهادة ده مش بيجي بساهل كده ده بيجي يكلل تعب وصوم وصلاة وجهات جامل طب الناس اللي في مصر مثلا في مزبيرو طلعين بس على اسم المسيح واتقتلوا حقول هو أنا ما قلتش كده بدقة أنا قلت أنه كل الشهداء اللي إحنا كنا بنحتفل بيوم النهاردة كان فيهم ميزة أنه هم كانوا عايشين حياة جميلة قبل كده يعني جهدوا عاشوا حياة مقدسة وجهدوا وكانوا صومين وكانوا كانوا أبطال وبعدين ربنا حبي يكلل جهدهم ده بإكليل الشهد لكن مش كل الشهداء الحقيقة بنفس الطريقة مش كل الشهداء بنفس المكانة مش كل الشهداء يعني كان لهم حياة مليانة جهات طويلة زي البقية يعني مثلا واحد زي القديس موسى لإسود ما هو شهيد بس ده يعني الشهادة دي on top of a very يعني long strive يعني جات on top of حاجة of حياة طويلة في واحد بياخد إكليل الشهادة first group وده برضه كان فيه شهداء النهاردة مش عارف كم كم تسعمائة واحد مش عارفه كم مرة كم ومرة كم كلها بتوبها first groups بياخدوا إكليل الشهادة وبياخدوا مجد سماوي لكن نجم يختلف عن نجمة في المجد مش كل شهداء زي بعض فساعات بيبقى ربنا بيحاول يعني يدي الإنسان بركة الإكليل الشهادة بعد جهات طويل في العمر وأحيانا يبقى الإكليل الشهادة الواحد ياخده كده ما يكونش مهيأ لي لكن يلاقي ربنا عطاله القوة دي والبركة دي فهنال إكليل الشهادة ومات على اسم المسيح فبتفرق من يعني من واحد لكن أنا يمكن أنا كان قصدي إيه قصدي إن الإنسان الشاطر يكون دايماً بينمو في محبة ربنا وبيجاهد لحد لما يوصل نبقى مستعد للاستشهاد جاي الاستشهاد أو ربنا حسبه له الشهادة بدون سفك دم ما تفرقش يعني ممكن كده وممكن بس هو الإنسان ينمو 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 زي ما بيقول في المزمور وقالها معلمنا بوليس الرسول في رمية 8 بيقول من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح در شهة بقى بيموت كل يوم بيموت عن حاجات وحشة في العالم بيموت في أنه بيحبه بيخدمه بيبذله بيديه بيضحي و حلو أن الإنسان ينمو كده نعم البر أن الإنسان يتبرر يعني يبقى تغفر له خطايا ياخد البر يعني ما يبقى يبقى فيه خطايا فيه صلاح يبقى فيه خير البر كلمة كبيرة كلمة لها معين صلاح والخير دا بير تيجب بك أكتر من معنى فيه تعليق سغير على الخصة بسرعة حقيقة الواحد لما بيبص في حيات يوسف بيشوف فيها المسيح المسيح كان بالنبوة بتاعته بتقول كشاه تساقل الزبح لم يفتح فيه يوسف لما حصلت التجربة ديت وفوتفار عرف ما دفعش عن نفسه يعني حتى لو هو تمتع وقطيا بالخطية مع مراض فوتفار كان يوسف انتهى عند النقطة ديت ما كناش سمعنا عنه خلاص انتهى زي دينا أخته دينا سمعنا عنها لما حصلت لما راحت مع شاكيم انتهت دينا كان نفس العملية مع يوسف عظمة محبة يوسف حقيقية انه لما وصل وبقى الرجل الثاني في مصر ما انتقمش نفسه خالص ولا فكر في الانتقام ولا فكر فهم اللي كانوا بيفكروا وخايفين وخايفين جدا وبعملين بيفكروا هم كانش الموضوع ده وارد على زهنه خالص فدي عظمة محبة يوسف صحيح طيب تفضل صالي بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا ربی اسوان مسیح